اشتركوا في القناة في افريقيا بقيادة رئيس مجلس ادارته يوسف ابراهيم البسام وقد تباحث الطرفان حول سبل دعم التعاون بين المصرف والحكومة خالد موسى الحاج والتفاصيل المقابلة التي جمعت وفد المصرف العربي لتنمية الاقتصادية في افريقيا برئيس الوزراء فاهيمي بداكا البير تأتي على هامش اجتماع مجلس ادارة المصرف العربي المنعقد بالعاصمة الجمينة واكد التوقيع على اتفاقية تعاون بين المصرف العربي والحكومة الجادية لتمويل بعض المشاريع الحيوية في البلاد وخلال المقابلة اكد رئيس مجلس ادارة المصرف العربي لتنمية الاقتصادية في افريقيا يوسف البسام استعداد المصرف العربي كشريك لجادة لدعم جهود التنمية من خلال تعزيز وتفعيل التعاون المشترك خاصة في المجالات ذات الاولوية رئيس الوزراء فاهيمي بداكا البير شكر المصرف العربي على تمويله لبعض المشاريع ذات الاولوية وطلب منه ان يواصل حشد الدعم اللازم بجانب المانحين لجاد تحضيرا للطاولة المستديرة التي تنوي جاد تنظيمها في باريس رئيس مجلس ادارة المصرف العربي لتنمية الاقتصادية في افريقيا يوسف البسام متحدثا عن فحواء المقابلة تحدثنا عن التعاون ما بين المصرف وحكومة الشاد وايضا تطرقنا الى الاعداد للطاولة المستديرة التي تنوي حكومة الشاد عقدها في باريس خلال الاشهر القريبة القادمة قد اكدت لمعاليه ان المصرف العربي والصندوق السعودي للتنمية وايضا الصندوق العربية والاخرى والبنك الاسلامي ستدعم برامج التنمية وتعمل في اولويات الحكومة الشادية ونتمنى دوام التوفيق والنجاح لشاد الصديقة هذا ونشير الى ان التعاون بين المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والحكومة الشادية يجسد التضامن وتضافر الجهود من اجل تعزيز التعاون وشراكة العربية الافريقية ترجمة نانسي قنقر